واجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيام جميع جهات الاختصاص بالدراسة المداققة لأي تحديات راهنة قد تكون استجدت وتوجه مشروعات شركة تنمية الريف المصرية الخاصة باستصلاح الأراضي لسيما ما يتعلق بامدادات ميه الري وجودتها ومكونات البنية التحتية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري الري والزراعة وعدد من المسؤولين وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة مشروعات شركة تنمية الريف المصري الخاصة باستصلاح الأراضي وتم استعرض الموقف التنفيذي الحالي لمشروع زراعة مليون ونصف المليون فدان أعلى مستوى الجمهورية اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب عمر عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات شركة تنمية الريف المصري الخاصة باستصلاح الأراضي وقد تم استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمشروع زراعة مليون ونصف المليون فدان على مستوى الجمهورية في نطاق شركة تنمية الريف المصري بما في ذلك مكونة البنية التحتية من شبكة الطرق والكهرباء والاتصالات ومقاننات مياه الري وذلك بالمواقع الجغرافية المختلفة للمشروع على مستوى الجمهورية خاصة مناطق المينيا ومنفلوت وتوشكا والمغرة وسيوى والفرفرة والطور كما تم عرض الجهود المبذولة على مدار الفترة السابقة لتطوير شركة تنمية الريف المصري وتعظيم الاستفادة منها خاصة تطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة وإنشاء قواعد بيانات دقيقة لمتابعة ورصد موقف الأراضي ووضع نظام أساسي لتكويد الأراضي التابعة للشركة وكذا إعداد الخطة التسويقية الشاملة لأراضي الشركة وقد وجه السيد الرئيس بقيام جميع جهات الاختصاص بالدراسة المدققة لأي تحديات راهنة قد تكون استجدت وتواجه المشروع خاصة ما يتعلق بإمدادات مياه الري وجودتها ومكونات البنية التحتية لا سيما تلك المتعلقة بتمهيد الطرق وأعمال التغذية الكهربائية وتطوير الآبار فضلا عن النظر في توطين بعض الأنشطة الأخرى الإضافية بالأراضي التابعة للشركة وذلك بهدف تعظيم الاستفادة القصوى من إنتاجية المشروع موسيقى موسيقى